في بعض اللاعبين على قوتهم متوترة بالكاتل حسوها بعد الكلام ده كان موجود في قطة اللبس فعلا؟ أنا ما كنتش بشوف حاجة من الكلام ده في قطة اللبس أنا باحترم الناس برضا كريم الواضحة يعني أنا لو اللي عيب عندي مشكلة مع مدربي أو حد من الجهاز أنا ممكن أتعامل معاه يعني انت فاهمني؟ إنما ممكن أصرب بقى الكريم الإعلامي أقول له كريم أنا عندي مشكلة فانت والنبي يخدلي حق ده بقى فكر برضو وحش ممكن بإعصال؟ الله أعلم ما أنت جبت الخبر منين؟ يعني إن بعض اللاعبين يا بعض اللاعبين دي جاتلك منين؟ من المنتشر في الأعلام؟ من مين؟ أكيد كل حاجة ليها مصدر من لعب؟ بس خلاص ده صح؟ هو تفتكر اللاعب؟ ده صح؟ أنا أقولك الحاجة بقى شخصية بقى ليه؟ طبعا باحمد ربنا عليها دي نعم من عندي ربنا إن أنا وأنا لعيب وأنا مجارب في الأهل وأنا مجارب في المنتخب أمرك بصراحة أشهد لك ما كنتش مصدر لا ما كنتش مصدر أشهد لك مصدر دي صحافة وتلفزيون أشهد لك يعني ممكن على فكرة بالمناسبة أنت كنت بتبقى متضايق أنا فاكر في مرة أنا أحكي الموقف ده أنت ما ترتكروهش أصلا لما جيت النادي الأهلي وأعدت شوية على الدكة لجل بيرتو تمام؟ وأعرفت أنت كنت متضايق جدا مفاقية أنت كنت الفاتر دي متضايق جدا متضايق بس عمرك ما رفعت التليفون على حد وقلت له أنا متضايق وأرفان وزيان ممكن تبقى تقول لصحابك زمائلك اللي موجودين أنا كنت بعرف من زمائلك بس ما كلمتش صحفي ولا موزيع قلت له أنا متضايق أنا صحابي كتير جدا صحابي كتير جدا صحفيين وإعلاميين بس نتكلم عادي إنما تعرف معلومة مني عن منتخب مصر ده مش هتعرفها تعرف معلومة عن النادي الأهلي مني لأ أنت مش هتعرفها يعني ده موضوع تهدي ده حاجات ملاقاش علاقة بأن احنا بنتكلم أو صحاب مع بعض صحيح